اشتركوا في القناة قانون يندمون 3 متر فرق وقل وضعهم هذا الشيء لا ندركوا أيضا المعضي اللي تنعيش هو دابا هذه الناس دخلوا بجهيز قانوني بجميع عقده و جميع البنود لهم من تشجير المحافظة كل شيء ينحن لا ينحن محافظة بقية مجال أخضر في الأرض هذه الناس كلها مبنية مجال أخضر في محافظة وموقعها في موقع استراتيجي هنا في السلاق وفي وسط السلاق في شارع القاعدة الجويق شارع في 20 متر وفي جنب الدوحة هذه الجمعية قلوتي بتزو الساكينة قلوتي بتزوها مع الكلمة البتيزاز أول حجم خلصنا بجهز ولات إعادة الهكالة دابجة تطالبونا باش نؤدي واحد مبالغ ماشي في استطاعتين وحتى لو كانت استطاعتين غير قانونية ما نؤديوهاش لأن الجمعية شفارة بهذا المفهم دي شفارة متيني؟ بهذا المفهم داروك واحد البوند معاريدة واحد العقد معاريدة وداروك ان انا بغيت تدخل موضو الشيء الجمعية تعطيك واحد واحد العقد واحد إبراء كيف يعقل ان انا نمشي الجمعية لسرقاتني هديت لها في الواجب ديال الموضو الجيز ورغم ديال سرقاتني وقد يمشي نزيد نعطيها كيف يعقل؟ الرسول يستمر في الحديث لا يلضغ المؤمنون من الجوحرين مرتين نحن تلضغنا من الجمعية إضافة التقسيم لدارونا ديال البروفيسوار الخلاصة ديال الهضراء أن هذه الناس جوتي بتزونا كلولينا عرقنا كلورزقنا وبمباركة ديال شي ناس في الحكومة راهم زيدنا بنا حنا دعيناهم وتغلبوا عنا بالسلطة ديالهم هما تنجي نوقف ندير وقف احتجاجية تجي السلطة تمنعنا أخر وقفنا وقفنا تنظروا مع الخليفة ديال قايت يقولوا كثيرا اديوه أجيب الجمعية وهو تتبع الجهة الداخلية وأجب الجهة الداخلية عندما تدخل في شغل الجمعية كيف يعقل؟ هاد الناس هدو را طغوا علينا بزاف ومالقي ناش لنصنا من غير واحد سيدنا تنوجهوك النداء هاد الناس راكلونا وتعدوا علينا وطغوا علينا وجابونا تر رمضان وقطوا علينا الماء قبل رمضان بأسبوع قطعوا علينا الماء المالي هو حق دو السوري المغاربة قطعوا علينا ومعطينا ناش الدو دو ديننا واحد بروفيزوان هنا دينه غير قانوني بعقد غير قانوني وفي اسم مقاويل والمقاويل ما كانش في البونت كينات الجمعية المقاويل سيخلص واجبات للدولة هالجمعية ما كانت تخلص واجبات للدولة كينات تناقض فد المصطلح ديال المقاويل هو الجمعية كنا في الأول كان نخدم روبيني ديال الريضال هنا فجأة فجأة جو حيدوه لنا كانوا أخذين منه رائز جمعية كل شيء كانوا أخذ منه دابا جو حيدوه على غفلة جو حيدوه لنا تقرر برمدان يبتزونا لكي لا يدخل المقاويل لكي نخلص الفوص الجمعية الجمعية واش بغي تسترزق على دهرنا العمل جمعوي عمل ما فيش ربح عقد مولحق بش تعاونه على 50% حيث مولد قصير خلص 50% في التجهيز ومولد مل تحتاجه ومولد قصير حلل وخلصت عمله نحن الكهرباء لكي نتجهيز لن نسى ما نتجهيز نحن نعود إعادة الهكالة لذا نطلب سيدنا نخدم الحق نخدم التجهيز نخدم التيتر نحن نريك الله يرحم بلوه يريد صوتنا يوصل يلمسون من أجل السيدنا كلنا يتغذرون القهراء الغلاثة و يحضرون قراءة عن طازل الماد لبير و يقلعوا بإستخدامه و يحفروا بإستخدامه و يحفروا الاجتماعين في الجمعية و يدفعوا العمالة لتحفروا بإستخدامه و يتحفروا بإستخدامه لبير في نفسه فأنتهي بيحفر بإستخدامه من جيبه الله يجزيه باخير. هذا رجل صالح ومسيح يحاربوه. سنطلبوا مسيدنا يدخل ويأخذنا حقنا من هاد الناس. الحق القانوني دينا على الموضوع. مطالب نوال والموضوع. ومحاسبة لهاد الناس. صارت مسؤولية بمحاسبة. نحن في ضيورنا ولينا عايشين بالبواز. راح سبي الله ونعمل واكيد. السلام عليكم. اللي يجزيكم باخير. نسبحنا ناد قاتلي وحدة عيادة. عدنا مشكلة هنا راح ناس عارفين هاد المشكلة هاده هاده. بان احنا هنا كنعانيو من الماء والكهرباء. دفعنا الشيكايات وطالبنا بانناهم اللي يجزيهم باخير يوخفوا معنا في هادتي اهاج. ما عندناش الماء كان ناخده الماغين متى البير. ودو عندنا الدو بروفيزوار. هناك إذن نعيش موضع لا يشعر أحد موضوع كان يؤثر عليها الضغط لا يدنا لنستبدأ كان أطلبه من جهة المسؤولة ومن جلالة الملك يجزئ باخير لأن هناك نتعاني بأعوام نحن كساكننا اخذنا ولم نتعاني معهم لا نعرف المجكلة الجبال وفي العروبيات هناك موت موضوع نحن فصل مدينة فصل من مدينة ومن المتعين من رب الوزن و نحن بالمطار هنا عند اخرج ، هناك ممارا في الجزء وشريع من الرعاية لم يكن씩 اهكى و احنا في 2023 و تلقىها هاتت الشرح وهم معي بو إعار المسؤولين فينا يهم فقط أحنا لم نريع بي شيء نريع بي المضوء حقنا كمواطن مغربي بغيت أنا حقي ندي الموضو أنا ما بغت تجي حاجة طلبوا مني الخلاص مساعدة نخلص ولكن المسجد المسؤولة تساعدنا إحنا كنطلبوا المساعدة إحنا ما طلبين منهم نتشي حاجة يساعدونا ندخلوا عدادات ندياونا العداد كلها شقها العداد كلها منزيل ماشي الناس لي في الإجمعية دايرين ما بغواوا دخلوا ثلاثة الماقن بيكانشون ودر معاوكم ثلاثة الماقن يقولك عقنات سيمسكنا حنا عجبنا في أيامات نتي خابات إذا نجرينا على ريوصنا في أيامات نتي خابات وإحنا شكونا غايشين معانا إلا الله سبحانه وتعالى كان ناشدوا الله سبحانه وتعالى كان طلبوا الله والجلالة الملك يوقفوا معانا في هذه البقعة هذه ما بغناش نبيعوا ما بغناش نجيبوا وحدين أخرين اللي يكونوا تهوما يوقعوا في نفس المأساة اللي عاشناها احنا الناس اللي يجاديهم بخير احنا واحد سيدة يالله شراتش بشهر هتخلص بعلاف درهم تخلص ترونس فيتخلص الخيرات ما سيقاش قال الخبار السمسارة يعدوك يقولك سيري تدار فيها كل شي عندك واحد المودة قليلا غايشيك المودة ميكام شي وكان تفاجأوك يقولك لا الجمعية كانت تقولك هتخلصي هذا المباريخ هذا كاملا إذا الجمعية فينا ودورني لأنا مود دار ما قالش عندك جمعية قالي أنا خلص الجمعية لكل شي من جهيز من كل شي خلصتوليها كان تفاجأو دابا بأننا خاصلت نحن نخلص الجمعية أنا ما عارفهش الجمعية وهكاك وقفنا ببجمعية قلنا لها ساعدينة السلام عليكم أنا من الساكينة الجزيئة الوحدة قطع النهضة العييدة مدينة سالة شريع قاعدة الجوية أنا سيدي من الساكينة شريتنا واحد شقة على أساس عيش كريم حياة ساعدة لولداتي تنتفاجأ بأن هذا الجزيئة تتني عدم شروط الحياة وهي الموضة عيب وعارح لف سنة 2023 وما عندنا الموضة وما عندنا تنظو بالبير إذا رجعتوا الكاميرا تشوفوا تيوات ديال البير هناك عيب الناس يشربوا المد للبير لإضروا الصحة ديالهم وديالولاد ديالهم أسيدي مشي سنة الجمعية أنا وشجر ديالي على أساس ندخلوا العدد ديال الموضة ندخلوا العدد من إبراع يجب ان تفاجأ بأن تخلص بف سبع الف درهم هذا الموضة غير قانوني إذا كانت أسكن شهرين ونخلص بف سبع الف درهم هذا عب هذا عار ومهما نخلص بف سبع الف درهم نحن رغم نعيش كريم نحن نحيذ كريمة نحن نأديه لدينا شواجهات نأديهم نحن نساعدين نأديهم نحن لا نريد فوضة نريد القانون لدينا مشكلة المشكلة وأعطائنا الوصائف لتشعوب القبيل لقد قالت ما تحدث بعد ميز misd PM قال لي 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 تعطلنا الإبراء قال لي كلها خلصت بعلف درهم قال لي كلها خلصت بعلف درهم وليس بستطاقة ديالي وما خلصتها مطالب ديالنا كجميع الساكينة بغينا يدر لنا حل لهذه الساكينة باش ندخلوا الموضة ديالنا ندخلوا العدادة ديالنا كالساكينة وبغينا هذا الحي هذا يكمل في تسيز دياله وغير جزيكم بخير شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك